قال ابن كثير ومن فضائله أنه أقرب العشرة المشهود لهم بالجنة نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فضائله خطبته صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة حجة الوداع في مكان يقع له غدير خم فقال في خطبته من كنت مولاه فعلي مولاه وفي بعض الروايات اللهم والي من والاه وعادي من عداه واخذل من خذله وقد شهد علي بدرة وقد قال والمحفوظ الأول أحسن الله عليه قال والمحفوظ الأول لمن كنت مولاه فعلي مولاه فضائل علي رضي الله عنه الموجودة في الكتب كثيرة جدا ومن حيث العدد وعدد من رواها ولذلك فسرها الإمام أحمد واسمعيل القاضي والإمام النساي وابو علي النيسابوري وغيرهم قالوا إنهم ما ورد بالأسانيد الجياد أكثر مما ورد في فضائل علي رضي الله عنه يفسر ذلك الحافظ بن حجر بأن السبب أنه تأخر يعني علي رضي الله عنه كان آخر الخلفاء الأربعة فثم في زمنه يعني تغيرت الأحوال وخرج عليه الخوارج وتحدثوا بل كفروه والنواصب فحتاج أهل السنة إلى بثي ومن كان عنده رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبثوا فضائل علي رضي الله عنه وإلا هي يقول في الميزان الحق لا تخرج عن قول يعني كثرة الفضائل أو كثرة ما روية من الفضائل لا يدل على أن علي أفضل من من سبقه بل هو في ترتيبه على منهج أهل السنة هذا كهكذا تفسير الحافظ بن حجر وهو يعني التفسير الصحيح الواقع لأنه كثرة من يقدح في علي فحتاج أهل السنة وحتاج من يحفظ مناقب علي أن يبثها بين الناس